إلى العاصمة التركية أنقرة يصل رئيس مجلس السيادة السوداني عبدالفتاح البرهان في زيارة رسمية التقى خلالها الرئيس التركي رجب طيب أردغان وجرى فيها تناول مسار العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيزها والقضاء ذات الاهتمام المشترك وتأتي زيارة البرهان بعد أن أبدى رئيس أردغان في مايو الماضي في اتصال هاتفي مع قائد الجيش السوداني استعداد أنقرة لاستضافة مفاوضات شاملة لإنهاء الصراع الدائر في السودان وتعتبر زيارة البرهان إلى تركيا المحطة الخامسة بعد كل من مصر وجنوب السودان وقطر وإريتريا منذ اندلاع أعمال الاقتتال بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع منتصف أبريل الماضي وهي اشتباكات لم تفلح عدة هدنات في إقافها مخلفة أكثر من ثلاثة ألاف قتيل وما يزيد عن خمسة ملايين نازح ولاجئ داخل وخارج البلاد جولات البرهان الخارجية وإن جاءت متأخرة بسبب انشغاله بقيادة العمليات العسكرية ضد قوات الدعم السريع فإنها تهدف إلى تثبيت الرواية الرسمية السودانية التي تعرضت للتشكيك من بعض الجهات والتي تؤكد أن القتال الدائر في السودان يخوضه الجيش لقيادة مرحلة انتقالية في البلاد ضد قوات الدعم السريع رواية ومطالب سودانية رسمية يحملها البرهان في جعبته خلال جولاته الخارجية الأخيرة تزامنت مع إعلان المبعوث الأممي الخاص إلى السودان فولكور بيرتس التنحي عن منصبه وهو مطلب أصر عليه الجيش السوداني مؤخرا ما قد يفتح بابا جديدا أمام عودة نشغط الأمم المتحدة في السودان بشقيه الإنساني والسياسي